قبل الفاصل عن اغنية يومين مع هاني عدل حكيني التجربة دي كتت عاملة ازاي طيب ومشاول تجربة كانت ها لا لا احنا عملنا حاجة بالكده كتت اغنية سهلة وبسيطة من ايه 2015 اه 2015 بس كان معنا كذا حد دي كتت مع هاني هي اللحن ده كان معايا بقالوا سنة ونص وكان نفسي اطلعه بشكل مختلف حتى كان الميزيك فيديو نفسه كنت عايز اعمل فكرة معينة كتصوير واخراج الموضوع يبقى على قد ما نقدر نعمل حاجة مختلفة برضو في مصر يعني فبس فسمناها يومين دي من كلمات نسمة الشازلي فكرتها بكل بساطة اللي هو ان احنا هم عايشين يومين مش لازم نعقدها مش لازم ناخد الحياة بتعب حتى لو كلنا يعني بنعدي بظروف صعبة وده بيحصل لنا كلنا طبعا وللناس كلها ان احنا ما نعقدهاش لان هي في الاخر يومين فحاولت بقى ترجمها ان انا اخترت كائن اسد وكائن رائط فضاء اللي هم ككاستيمز يعني حبيت ان انا انا بقى ليه فترة كنت بركز على الناس اللي هي مثلا بتشتغل في الملاهي لو الناس اللي بيبقى لابسين كاستيمزوا الاطفال بتتصور معاهم احنا شايفانهم على طول اه شايفانهم مبسوطين مسكين بلالين بيتصوروا فرحانين بس احنا مش عارفين ايه اللي جوه ما ممكن يبقى الشخص ده من جوه انت مش شايف حتى وشه اه مش طايقش ولانتو مش مبسوط ففكرة الناس كتير تكون بتعمل حاجة مش حبها او بتشتغل في وظيفة مش حبها ده كتير بيعدوا بيها كل واحد بيحاول دايما يدور على الحاجة اللي هو بيحبها فبس فقلت ممكن الواحد ياخد فكرة الميزيك فيديو دي ان هو يطلع على الشخصين دول اللي هما بيشتغلوا وظيفة من برة بان حلوة وبيساعدوا الناس بس هما في الاخر ممكن يكون مش سوعداء وعندهم احلام تاني فبس بكونت انا الاسد وهاني رائد الفضاء وبنشتغل في ملايهي لحد اما اتقررنا ان احنا نجري ورا حلم الموسيقى وبس وكملنا في الحلم ده